أعلن وزير دفاع تركيا خلوصي أكار تدمير مخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات لمن وصفهم بالمسلحين في شمال العراق وسوريا ضمن عملية أطلقت عليها أنقرة اسم المخلب السيف ونقلت وكالة أنباء لنظول عن أكار قوله إن الهدف من العملية التركية في شمال العراق وسوريا هو ضمان أمن 85 مليون مواطن والحدود والرد على أي هجوم غادر على تركيا وأكد أن العملية تستهدف الإرهابيين فقط ومخابئهم في شمال العراق وسوريا وتعهد بمواصلة محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثل ما حاسبناهم من قبل